اشتركوا في القناة المقبلة تحتاج من الجميع مزيدا من العمل والانتاج الذي يرتقي بما كانت البحرين ويسهم في تحقيق التطلعات المعيشية لمواطنيها مشددا سموه على ان الحكومة مستمرة في تنفيذ المشروعات الخدمية في كافة مناطق المملكة وفق استراتيجية شاملة للتطوير وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر ليضبية اليوم عددا من كبار المسؤولين حيث تطرق سموه معهم الى عدد من القضايا المحلية والدولية وخلال اللقاء اكد سموه ان مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله حققت العديد من الانجازات ونالت تقدير العالم وهي اليوم اكثر عزما وتصميما على حماية ما حققته من مجازات ومكتسبات وطنية ومواصلة جهود البناء والتقدم وقال سموه ان مواجهة التحديات تتطلب التحلي بالوعي والاستفادة من دروس الماضي والحاضر وتقوية تلاحم المجتمع وحشد جهوده الى ما يحقق تطلعاته ويبعده عن الفرقة والانقسام وحذر سموه من استمرار محاولات العبث بامن دول وشعوب المنطقة مؤكدا سموه ان ما تمر به الامة العربية من تحديات جسيمة نالت من امنها واستقرارها يحتاج الى مزيد من العمل العربي المشترك الذي يصون للامة مقدراتها ويحفظ لشعوبها حقهم في حياة كريمة واكثر طمأنينة